تحوى المشاهدين الآن إلى أحلام وأخبار التقصد شكراً راوية أهلاً بكم مجدداً إذن نواصل خبر أمس عن جنوح قطار الرياض الدمام عن مساره يوم أمس حيث أعلنت المؤسسة العامة للسكك الحديدية عن إيقاف رحلات القطارات يومي السبت والأحد بسبب الأحوال الجوية حرصاً على سلامة المسافرين والعاملين أيضاً بعد توقعات باستمرار حركة رياح المغبرة التي أشارت إليها الأقمار الصناعية ولكن حمد لله مشاهدين بحسب ما صرحت المؤسسة لم تسجل أي إصابات سواء بين الركاب أو طاقم القطار سننتقل إلى الأقمار الصناعية لنلاحظ كيف ستكون الأجواء خلال اليومين القادمين حركة الصحب ما زالت تشكل حركة عابرة ليس لها أي تأثير في المملكة العربية السعودية ولكنها تؤثر على المناطق الساحلية العمان تعمل على أجواء غائمة جزئياً خلال اليومين القادمين بالنسبة لشرق المتوسط ستكون هناك حركة صحب ستعمل وستساعد في انخفاض درجات الحرارة ستعمل على المناطق الساحلية على أجواء غائمة أو أجواء غائمة جزئياً شمال بغداد ستكون هناك تمركز لصحب ركامية ستكون هناك توقعات لهطول أمطار تقدر من خفيفة إلى متوسطة حركة الرياح التي تبلغ أكثر من أربعين كيلو متر في الساعة ما زالت تؤثر على المسطحات المائية هناك موجة من الرياح قادمة باتجاه المناطق الساحلية لدولة الإمارات وكذلك المناطق الساحلية لعومان هذا كان كل ما لدينا وفي أمان الله شكراً للمشاهدة